بسم الله الرحمن الرحيم في الفيديو واتن شاء الله هنشوف شرح حالات استخدام الملكية مع الاسماء اللي هي اضافة ابستروفي اس او اضافة ابستروفي بعد الاسم ايوه هي نطقها كده الصحيح ابستروفي وليس ابستروف طبعا بتكون على حسب الاسم بمعنى لو عندي اسم مفرد فقط يبقى بنحط له ابستروفي اس لما نقول الي ومديني كلمة كار عايز اقول عربية علي يبقى هنا بنقول اليز كار هنا عملنا ايه؟ علي اسم مفرد فضفنا ابستروفي اس طب مثال تاني مديني مونة ومديني فازر عايز اقول والد مونة او ابو مونة يبقى مونة اسم مفرد فبنقول مناز فازر زودنا هنا ابستروفي اس الحلقة التانية مع الاسم المفرد طب ما احنا قلناها من شوي لا نخبنا بقى الاسم المفرد ده الذي ينتهي باس يعني اسم مفرد اخره اس في الحالة ديت قدامي اختيارين يأما بنحط ابستروفي اس او بنحط ابستروفي فقط بعد الاسم بمعنى مديني هنا فارس فارس دوت اسم مفرد خلاص اخره اس لما نجي نحط ملكية يبقى قدامي حلين اتنين والاتنين صح ممكن نحط ابستروفي اس يبقى بنقول فارس بوك او ممكن نقول ابستروفي فقط او نحط ابستروفي فقط بعد الاسم يبقى هنا حل صح وهنا حل صح يعني قدامي الاختيارين نروح لرقم تلاتة اذا جاء اسم جامع اخره اس يعني اسم جامع منتهي باس او حاطنا له اس الجامع في الحالة دي بنحط ابستروفي بعد الاسم عند كلمة بويز وعند كلمة اسكول عايزين نقول مدرسة الاولاد يبقى بنقولها بويز اسكول يبقى هنا حاطينا ابستروفي فقط جيرلز بوكس عايزين نقول كتب البنات يبقى جيرلز بوكس يبقى حاطينا هنا ابستروفي فقط بعد الاسم ناخد بالنا من الملاحظة رقم اربعة اذا جاء اسم جامع لا ينتهي باس احنا عارفين ان في اسماء جامع مفيش اخرها اس طب في الحالة دي بنحط ابستروفي اس يعني ممكن نقول كأنها زي الاسم المفرد بنحط ابستروفي اس لما نقول كلمة تشلدرن وكلمة كلاس يبقى هنا تشلدرن اسم جامع بس مفيش اخر اس في الحالة دي بنحط ابستروفي اس طب لما نقول كلمة من وكلمة روم كلمة من اسم جامع لا ينتهي باس في الحالة ديجية بنحط apostrophe S الملاحظة رقم خمسة مهمة جدا جدا اذا جاء الاسمين الاسمين جماد يعني الاتنين حاجة جماد في الحالة ديجية ما بحطش اي ملكية لما نقول computer screen ما ينفعش بقولوا كمبيوتر وحط لها apostrophe S عشان هي اسم مفرد لا كلمة computer جماد وكلمة screen جماد في الحالة ديجية ما بحطش ملكية فبنقولها كمبيوتر كلمة دور وكلمة اللي هو مفتاح الباب بنقول كلمة دور وك من غير ما نحط ولا اي اضافة نروح للمراهزة رقم اه ستة اللي هي معنى الملكية يعني لما اقول مسلا مقصوب بها ايه نبص كده على المسال دوت معناها عربية علي يبقى ممكن الجملة ديت اكتبها بشكل تاني او اقولها بشكل تاني ممكن اقول ان كلمة معناها تخص او تنتمي الى او ممكن اقول ان اللي هو صاحب او مالك يبقى ممكن اقول الشيء يعني يخص الشخص او ممكن اقول ان الشخص هو المالك لهذا الشيء طب لما نقول يبقى الكتب بتاع مونة يبقى معناها these books belong to mona او ان mona is the owner of these books نروح لنقطة مهمة جدا اللي هي الفرق ما بين صفات الملكية وضمائر الملكية طبعا عندي صفات الملكية اللي هي كلمة my كلمة his كلمة here كلمة its كلمة your كلمة our كلمة there ضمائر الملكية منها من كلمة my كلمة mine كلمة his سبتة زما هي here تبقى كلمة hers كلمة its زما هي سبتة your تبقى كلمة yours our تبقى كلمة ours زير تبقى كلمة زير بالنسبة لنا عشان نفرق ما بين صفات وضمائر الملكية بشكل بسيط خالص ان دايما صفات الملكية زي my زي our زي زير يأتي بعدهم اسم يبقى دايما صفات الملكية هجيب بعدها الاسم او ممكن نقول الملاحظة بشكل تاني طب ضمائر الملكية زي mine زي ours زي زير لا يأتي بعدهم اسم يبدأ الفرق بشكل بسيط خالص ان دايما صفات الملكية هجيب بعدها اسم ضمائر الملكية لا يأتي بعدها اسم طب ممكن نحطها كده بشكل بسيط ان ممكن نقول ان my زائد النون اللي هو الاسم يبقى بتساوي كلمة mine here زائد الاسم يبقى بتساوي كلمة hers our زائد الاسم يبقى بتساوي كلمة ours your زائد الاسم يبقى بتساوي كلمة yours there زائد الاسم يبقى بتساوي كلمة theirs نشوف مثال بقول this is my book الجملة ديت ممكن اكتبها بشكل تاني ممكن اقول this book is mine يبقى هنا my والاسم بتسوي كلمة mine طب لما نقول these are hair bins يبقى hair bins hair والاسم يبقى ممكن اقول these bins are hers يبقى hair والاسم بتسوي كلمة hairs على طول الجملة اللي بعد كده this is our car يعني ديت العربية بتاعتنا يبقى ممكن اقول ان this car is ours ملخص الجزء دوت ان دايما صفات الملكية هجيب بعدها الاسم وبتساوي ضمائر الملكية وضمائر الملكية لا يأتي بعدها الاسم ان شاء الله هنشوف الملف بتاع الشرح دوت موجود اسفل الفيديو على قناة زي انجليجي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة